أفاد تقرير جديد لمنظمة حقوقية دولية أن قطر عاجزت عن تأمين وحماية أجور العاملين على أرضها ويأتي ذلك بعد عدة تقارير صادر عن منظمات حقوقية أن نظام الدوحة لم يجري التحسينات التي وعد بها من أجل تحسين ظروف العمال على ما اعتاد عليه نظام قطر وذرعه الإعلامية من افتراء يواصل حديثه بالزيف عن حقوق الإنسان الذي لا يعرف عنه سوى النطق به وصوت نعل فيه ليخفي صوتا لم يعود خافتا فهو لم يفي بما التزم به من حقوق عليه للعاملين على أرضه ولم يترك للإصلاح الذي يتحدث عنه أن يرى النور فبعد عدة تقارير صادرة عن منظمات حقوقية أوضحت أن التحسينات التي وعدت بها الدوحة من أجل تحسين ظروف العمال من ذوي الدخل المحدود لم تكن كافية بيّنت منظمة حقوقية دولية أن قطر عجزت عن تأمين وحماية وجور العمال وعددت المنظمة الحقوقية الأساليب التي اتبعتها الشركات في قطر في فصل آلاف العمال دون سابق إنذار أو منحهم وجورا منخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر أو حرمانهم من الراتب المستحق ومندفوعات نهاية الخدمة أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن بحسب ما نقلت صحيفة القاردين البريطانية ولم تقف تلك الانتهاكات عند ذلك فحسب بل أوضحت المنظمة الحقوقية أن انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى سرقة الأجور على نطاق غير مسبوق مما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم كما وثقت تقرير تسريح نحو ألفي عامل في شركة بناء بعدما امتنعت الشركة عن دفع الرواتب أو مكافأة نهاية الخدمة لمعظمهم ومع إفادة تقارير المنظمات الدولية بعدم استفادة العمال الأجانب من إصلاحات الدوحة وعدم قدرتها على تأمين وجور العاملين بها يبقى التساؤل عن مصير العمالة الأجنبية في الدوحة هل تكون لهم الأولوية بحقوقهم أم الأولوية لدعم الإرهاب هل سيطالهم إصلاح أم لهم من مماطلة النظام النصيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر